أنا كنت يمكن قبل ما أدخل شفت وأنا بحيّل على فكرة معالي الوزير محمود توفيق على الجهد الرائع لعادة الطفل المختطف أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بما أني كنت ظابط شرطة بقى وبما أني أعلم مدى أنت عارف أني بيبقى فيه تعليمات لما بيبقى فيه مخطوف أني لا ظابط ينام ولا أمين شرطة ولا يروح بيته ولا يغير هدومه لما يرجع يعني الزباط دول اللي اشتغلوا على القضية دي وأفراد الشرطة والقيادات خمسة أيام صحيين عشان طفل ما بيحصلش في العالم عايز أقول لسيادتك وإحنا في لندن في قضية بنتنا مريم عادنا قدي عشان نرجعها هنا مصر ندفنها شهرين عشان الطب الشرعي بيشتغل ساعة في اليوم في أربع تيام في الإسبوع فعشان يوصل لنتيجة عادنا شهرين وبعد ما رجعنا شهرين لغاية دلوقتي المتهمين ما تقدموش للعدالة ومعروفين ومتصورين وصوت وصورة وسواء الوتوبيس وانا اتكلمت في القضية دي كتير لا احنا عندنا هنا عادلة جنائية وعندنا شرطة وطنية وعندنا قوات مسلحة بتدفع عن أرض مصر وكمان عندنا في نفس الوقت الوجه بقى قبيح ده اللي أنا عايز أقوله بقى يعني عندنا سبع منظمات هذه المنظمات تعمل من أجل أن تسقط الدولة المصرية يعني مثلا المركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأستاذ خالد علي والمبادرة المصرية لحقوق الشخصية حسان بهجت ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية موزن حسن والشبكة العربية المعلومات جمال عيد ومؤسسة حرية الفكر والتعبير عماد مبارك وأحمد سميح مركز أندلس ومركز القاهرة بهي الدين حسن لما ياخدوا كل سنة 3-4-5 مليون دولار عشان يطلعوا تقارير أن احنا عندنا وعندنا وعندنا ويوقفوا قدام مرشحة مصر في اليونسكو يقولوا أن احنا مصر لا تستحق هذا المنصب للسفيرة مشيرة خطاب وفي نفس الوقت يبقوا مدنين في القضية 173 تمويل أجنبي طيب هو